العدوان يا ناس على غزة من الصهينة في كل ممارسة بيأكد لنا أشكال الظلم وأبحته إزاي والزاي بيدر يعني غزة لنا مثال لظلم ظالم على مظلوم وبظلمه إزاي بيأذي الناس بأي ظلم ماشي فيه وبيأكد لنا برضو يا ناس دور المساند في ظلم الناس يبقى فوقه بجد يا ناس العدوان على غزة كفاية يفوق ناس بتظلم ناس وإنت ظلمك لأيها حد زي الصهيوني ده بجد فوقه يا ناس دحنا شعوب والظلم خلى شعوب في سكوت مش قادرة حتى على التعبير فوقه يا ناس ويبعدوا عن الظلم العدوان على غزة ظلم وفي النهاية ظلم كتير ظلم قليل المعنى واحد في التعبير الظالم ظالم معروف بدوره فأيها ظلم وعملي ظلمك هيضيع ناس مهما كان هذا الظلم بقى لسنين بقول يا شعوب وكلامي مسجل على اليوتيوب في قناتي دي فوقه يا ناس حتى الصهينة قلت لهم ما خلتش يحد يا ناس حذرت من وصولنا لهذا ولكل الشعوب بعدت رسالة ورجعوا قناتي أنا وابني في هذا هدفنا الوعي الصادق لكم حتى نعيش في سلام وسطيكم وحتى الظلم في هذه طالة لأن منه تلغي الوعي لأن الوعي ضد الظلم فوقوا يا ناس وابعدهم عن الظلم العدوان على غزه ظلم العدوان على غزه أكبر تحذير ليكوا يا ناس فوقوا يا ناس لكلام يا ناس يعني انظار للجميع من غير أفكار فوقوا يا ناس بكرة غزة روح وغيرها أكيد هيروح والبداية سكتنا يا ناس إذا كنا شعوب أو حكام فوقوا يا ناس وابعدهم عن الظلم والسكوت عزول مزول اشتركوا في القناة